أعداد كبيرة جداً من أعضاء النادي ومن غير الجماهير طبعاً اليوم ده طبعاً المتش في تونس الأعداد اللي متوقعنا هتيجي طبعاً هتبقى أعداد خيالية احنا على أهبة الاستعداد ودايماً دي حرص النادي الأهلي وحرص مجلس الإدارة وإدارة التنفيذية بقاتل عبيل محمد مرجان طبعاً نحنا نبقى على استعداد كامل لاستقبال أي عدد ممكن يجي النادي فإن شاء الله إن شاء الله احنا من المهاردة زي ما نشوفين احنا مستعدين ومنتفق دلوقتي على أعداد كبيرة جداً من تبقى أجاهزة لسقبال الأعضاء يونيها من الصبح بدري عندنا الشاشة اللي نفع هنا فيه مكان هيبقى فيه أعداد كبيرة جداً تفوق بألفين كورسي لسقبال الأعضاء يونيها عندي مكان تاني بجهزة لوقتي في الملاعب التالتاني ودي مفجأة للأعضاء أنا عندي ملاعب التالتاني هنا اللي جنب حديقة الأطفال أنا مخصص ملعب كان أهلي ربعاً قابل ما لنقل هوى من تونس إن شاء الله عندي مكان هنا جنب المطعم هنا عند العلاقات قد هشغل فيها شاشة تالتة ده غير الشاشات اللي جوا الصالونات عندي غير الشاشات اللي فوق عندي في الصالون اللي فوق ده مفكر أبازة فإن شاء الله العضو ييجي مليش أي مشكلة لمتابعة انتصار النادي الأهلي وده أهم حاجة إن شاء الله ندعو جميعاً للنادي يميها إن ربنا يكون موفق اللعيبة وإن شاء الله بأمر لها ما نرجعش من هناك إلا بالكاس اللي هو الطبيعي اللي يبقى عندنا في النادي هنا إن شاء الله مهما حصل إن شاء الله رجالة النادي هتبقى على أهبة للإستعداد هناك زي ما احنا كده مستعدين هنا نحن نتفرج عليهم هم يفرحونا إن شاء الله طبعاً أنا عندي الأجهزة هنا وعندي القطاعات بتاعتنا دي كلها من خدمات الحقيقة اللي هي متعاونة بصفة مستمرة الحقيقة من إدارة الخدمات عندي إدارة الأمن موجودة متواجدة مش عايزة أقوم من الفجر اليوم عندي الملاعب الجديد اللي أنا عامل فيها زي ما قلت لك شاشات نحن عندنا المنافذ على استعداد كامل منافذ لأي حاجة اللي راحت العضو موجودين من مشروبات من أكل من كل حاجة من الصبح بدري شغالة لغاية بعد المتش بساعة ساعتين لغاية آخر اليوم إن شاء الله مع الفرحة الكبيرة هل عامل مفاجئة إن شاء الله مستعدين لاستقبال الجماهير إن شاء الله بأمر الله تعالى بدون مقاطعة بعد المباراة مباشرة استقبال كامل لجماهير النادي لأهل غير الأعضاء اللي هي أصل وعصب الكرة عندنا في ملعب التش ودي الحقيقة أنا بس مش عايزين بس يعني إن شاء الله يعني إيه العاطع إن شاء الله المتش بقليلة وهم يجوا يتفضلوا هيلقوا كل راحة مدرّق جاهز لهم نعمل احتفالية كبيرة مع بعض بالتسعة إن شاء الله تعالى فكل الأمور ميسرة الأعداد إحنا جاهزين لاستقبالها عاملين حساب للممرات بين الكراسي الناس هتيجي هتلاقي الكورسي بتاعها متوفر زي ما قلت لك صلوناتنا كلها جاهزة لإستقبالها كل إدارات النادي الحقيقة على هبة الاستعداد إذا كان أمن أو خدمات أو أي حتى عندنا شركات كلها بتاعة المطاعم عندنا جاهزة لإستقبال الأعضاء من جميع احتياجاته من اليوم دوت زي ما حل نقول خلية نحل كده استعداد كامل لإستقبال العضو يميها وكل ده في الآخر الطبيعي بتاعنا أعتقد إن ما فيش مرة يجي عضو يوم مناسب كبير زي ده في احتفالية كبيرة إن شاء الله بيجي لقي مشكلة العضو بيجي 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 إن شاء الله كل شيء ميسر وفي الآخر إن هي تكمل بالفرحة اللي إحنا كلنا مستنينها إن شاء الله يا مجبعة جميعا ساة 11 نقول مبروك لبعض وأستاد تيتش يستقبل الجماهير وإحنا من نقول مبروك بالتسعة وإن شاء الله اللعيبة تيجي بالكاس بقى ونستنون في المطار كلنا فدعواتكم ودعوات كل المصريين مش الأهلوية بس إن اليوم ده ربنا موافق اللعيبة وقف جنب اللعيبة ومحدش بيبخل بحاجة وإحنا كإدارة نادي مش بخلانين لصالح العضو إن هو ييجي يلاقي كل راحة اليوم ده زي ما اتفقنا ما تبقاش في حاجة نقصة وإحنا من النهاردة إحنا عاملين مجموعة عمل كاملة متكاملة من إدارة النادي من خدمات من الأمن حقيقة كل طوارئ فيش أجازات منعنا كل الأجازات والراحات اليوم ده فيش حاجة يسمعها راحة يوم الجمعة اللي جاية ده الناس من الساعة 7 الصبح متواجدة في النادي على جميع جانبات النادي الناس متواجدة وكله بالحقيقة محدش متضايق يعني كله هو هو اللي جميل نفس يقولنا أنا مش حاجز راحة يعني فرض الأمنة وفرض الخدمات موجود لخدمة العضو فزي ما قلت لك متوفرة كل حاجة للعضو إن شاء الله ربنا يكرمنا في نهاية اليوم ونروح بقى كسر على احترام كامل وأظن هم مشتركوش هنا من أي مقابلة وأعتقد أن هم برضو الإخوة التوانسة بنشكرهم على الاستقبال هناك وإن شاء الله هيكمل يوم الجمعة ومش هيحصل أي حاجة تعكر صف إنه قول إيه الاحتفالية الكبيرة بس في الآخر تبقى لنا يعني دي أهم حاجة لكن طبعا فيه احتفالية وجمع التوانسة دول إخواتنا وأشقائنا على تاريخ إحنا مش هنيجي النهاردة بسبب قلة تباوز هذه العلاقة